السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتابعي للكرام حياكم الله اليوم معنا مجموعة من الأخبار الهام التي تم ذكرها على وسائل الإعلامة التركية منها معيقة زيادة طبعا على كرت الهلال الأحمر التركي وقرار بخصوص بيع وشراء المستعمل وأيضا حقيقة إلغاء إذن السفر إذا كنت مهتم بهذا الأمر تابع معي الفيديو لأنها بسم الله أصدرت ولاية إسطنبول أمس مساء الأربع قرارات جديدة تنظموا عمليات بيع وشراء الخردة والمواد المستعملة لمنع بيع البضائع المسروقة والحفاظ على أمن المجتمع وحماية حقوق المواطنين كما وفرض مكتب الولاية في إسطنبول شرط وجود مستند شراء وبيع للخردة والمواد المستعملة على أن يتم حفظها لمدة عام واحد ويعتبر القرار ساريا من تاريخ نشره يوم الأمس وأوضح البيان أنه يجب أصدار مستند شراء وبيع للمواد المستعملة يحدد فيه هوية وعنوان الشخص الذي يبيع أو يشتري المواد إضافة إلى كميتها ومواصفاتها ومنع بيع وشراء البضائع لمنهم دون سن الثمانية عشر إلا برفقة ولي أمرهم وتابع البيان كما يجب على تجار المستعمل استخراج المستدنات والأذونات اللازمة من السلطات المحلية بالمحافظة وتقديمها إلى السلطات عند الطلب طبعا هاي بخصوص القرارة من أجل شراء وبيع المستعمل وأيضا نقوم بالتقال إلى حقيقة إلغاء إذن السفر المفروض على السوريين طبعا بعد البحث والتواصل مع الجهات المسؤولة تبين أن الخبر منفي عن الصحة وحاليا لا يوجد أي خبر بإلغاء إذن السفر وإذن السفر ما زال يطلب من كل شخص يقوم بالذهاب إلى ولاية ثانية لازم تستخرج إذن السفر وإلا سوف تتعرض إلى مخالفة يعني ما بحاليا أي قرارات بإلغاء هذا الشيء وإذا تم إلغاء إذن السفر إن شاء الله سوف نقوم بنشر هذا الخبر وبالأخير نقوم بانتقال إلى طبعا حقيقة زيادة كرت الهلال الأحمر التركي أكد برنامج دعم التضامن الاجتماعي المعروف باسم صوي أن الأخبار المتداولة حول رفع مبلغ الزيادة المالية المخاصصة للسوريين من الهلال الأحمر عارية من الصحة وأشار البرنامج إلى ذلك عبر صفحته الرسمية فيسبوك مطالبا جميع عدم الالتفاف إلى مثل هذه منشورات أن العوائل المستوفية لمعايير البرنامج تحصل على مساعدة مالية نقدية بقيمة 120 ليرة تركية لكل فرد من العائلة وشدد على ضرورة تقص المعلومات من البرنامج وعدم الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر لمعلومات حول البرنامج وبموجب البيان المذكور فإن المبلغ الشهري ستبقى كما هي حتى صدور قرار آخر من قبل الهلال الأحمر التركي يعني بشهر رمضان ما في لا زيادة ولا في أي شيء طبعا لأن فيسبوك أو كرت الهلال الأحمر التركي على صفحة الفيسبوك قام بنشر هذا الشيء يعني كل شيء واحد يقول لك في زيادة هذا الأخبار غير صحيح نحن نتمنى يكون في زيادة بس حالياً هاي الأخبار المذكورة من قبل الهلال الأحمر التركي وإذا عندك أي سؤال أو أي سفسار بخلوص أي موضوع فلطني بالتعليقات وإن شاء الله سوف نقوم برد عليكم بأقرب وغة ممكن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته